السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول لي ضرب المصفوفات الضرب القياسي يقول لي مثال هندخل في الامثلة على طول يقول لي لعندي الف مصفوفة طبعا احنا اتفقنا للرمز وتحتيه خط كده معناها مصفوفة طبعا هنا النظم اتنين في اتنين يعني الصفين عمودين والبق برضو نفس الكلام اتنين في ايه يوجد كلا من اتنين الف زائد ثلاثة بقى ورقم اتنين عايز نص بقى هنا عايز الجزء الاولان وجزء التاني طبعا احنا متعودين لما يكون في مجهول بنعوض هو مدين للمجهول المصفوفة كل دي اسمها مصفوفة الف المصفوفة كل دي الارقمها يبقى دي المصفوفة هو عايز مين بقى اتنين الف زائد ثلاثة بقى فهنا طبعا كلمة اتنين الف معناها اتنين تتضرب في المصفوف يبقى اتنين الف زائد ثلاثة بقى بيساوي الاثنين الف اكتب الاثنين الاول وبعد ان بدأ الالف اروح كاتب كل المصفوفة دي يبقى ضرب حتى لو كتبناش ضرب بتاعتبر صح يعني ثلاثة اتنين عشان باوضح لك انها عملية ضرب بنضرب في كل اللي جوه خمسة احنا حتى لو كتبناش دي كتبنا اتنين بقى شرطة يبقى ان معناها ايه ضرب يبقى اتنين ضرب الالف كلمة الف كتبنا كلها قيمة الف اللي هي ثلاثة اتنين اربعة خمسة زائد ايه دي ثلاثة ثلاثة ضرب وبعدين انزل المصفوف كل دي اربعة اتنين سالب اتنين ستة واتفقنا اتنين دي معناها تتضرب في كل المصفوف كل عناصر تتضرب في كل العناصر في اتنين في ثلاثة وفي اتنين وفي اربعة وفي خمسة طب اضرب اتنين في ثلاثة الناتج الديني كم ستة واثنين في اتنين باربعة واضرب كمان اتنين في اربعة الناتج الديني تمانية اتنين في خمسة الناتج الديني عشان بأن اضربت اتنين في المصفوف الف زائد. حتى ممكن يبعى سؤال يقولك اوجد اتنين الف هو ده اتنين الف. طب اضرب التلتة في كل المصفوف يعني اضرب التلتة في الاربعة. تلتة في اربعة بكام? باثناشر. وتلتة في اتنين. ستة. وتلتة ضرب سالب اتنين. تلاتة ضرب سالب اتنين. ديني سالب ستة. اضرب تلتة في ستة للناديه ديني طوانطتاشر. اصبح عندي مصفوفتين ودي اللي بينهم عمله اتجامع وكنا أخدنا قبل كده جامع المصوفات عشان اجمع لازم تكون نفس النظر اتنين في اتنين وهنا اتنين في اتنين. يبقى ينفع يتجيwehr. لكن اجمع كل عدد ونظره. الستة مين نظره? اتناشر. يبقى بجمع الستة دي على ال وانقول له اياه الستة والتناشر يبقى كم? ايوة. اتمنتاشر. واجمع اربعة مع الست. كل عدد مع نظيره. اربعة مع الست. يبقى كامل ناتج عشر. واجمع تمانية ناقص ستة. تمانية زائد سليب ستة. معلش موضوع الاشارات. يعني كتير بيغلط فيها. نخلي بالنا يا ريت نبقى نجيب باستخدام الالة. وده اسهل لي انا. واسهل لك انت كمان. يعني هنا الاتي. حتى ما تلخبطش في موضوع الاشارات. ازاي اجيب الكلام. هشوف انا بكتب الرقم تمانية. اقول له تمانية زائد. نظيره سالب ستة. تمانية زائد. يبقى كأنه تكتب التمانية اللي احنا اقولنا عليها. زائد سالب ستة. هي دي السالب. دي السالب. ست. تمانية زائد سالب ستة. النتج بيسوي كام? اتنين. وسجل بعد كده الاتنين. اظن الواضحة يعني الكلام ده. يبقى هنا بيسوي اتنين. وبعدين عشرة زائد تمنتاشر. الناتج الديني تمانية وعشرين. ويبقى هي دي اسمها اتنين الف زائد ايه تلاتة. اما الجزء التاني عايز نص باق. نص باق دي معناها النص تضرب في كل الباق. او معناها بالعربي كده انها كأنك تقسم كل عناصرها على اتنين. افتح قوس. يبقى النص اهي. وبعدين ضرب الباق تنزل كل الباق. وقلنا مش لازم اكتب الضرب لكن ممكن يتكتب ما فيش مشكلة. يبقى اربعة سالب اتنين ستة. وهأضرب النص في كل العناصر. يعني كأني بقسم نص في ايه كأني بقسم ايه اربعة تقسيم اتنين. او بضرب النص في اربعة. ما فيش مشكلة. هنا البسط واحد يبقى كأني بقسم عليه. طب اربعة تقسيم اتنين يبقى اتنين. يبقى نكمل بعد كده. يساوي اربعة تقسيم اتنين يبقى اتنين. طب واتنين تقسيم اتنين يبقى واحد. وسالب اتنين تقسيم اتنين الناتج ديني ثلاثة. ستة تقسيم اتنين اتنين. طب لو انا عملت ضرب يعني انا هعمل لك الضرب الان ممكن ضرب ما فيش مشكلة. ادي الضرب اهي. ازاي تضرب? هتضرب الاولان ايه ده? نص تضربه في الاربعة. اللي هو يديني اتنين هنا. فبتقول له البسط والمقام ادى واحد. وانزل كليك اسفل اتنين. وبعد كده اقول له ايه بقى? ضرب. اتنين تضربه في العنصر الاولاني اربعة. وبعدين يساوي الناتج ديني اتنين. هو ده العنصر الاولي. وهكذا نفس الكلام. يا ايه ما تقسم على اتنين ايه ما تضرب في النصر. الاتنين صح. اه بعد كده بننتقل الى سؤال اخر. يقول لي اوجد قيمتين سين وصاد اذا كانت المديني معادلة جاهزة. اتنين سين زائد سبعة زائد اربعة في صاد زائد خمسة. بيساوي ستاشر ستاشر المصفوفة ستاشر وخمسة وعشرين. طبعا هنا المصفوفة تكون عارف انها نظم اه صف اتنين في عمود واحد. هنا صف اتنين في عمود واحد صفت. يبقى كانه ينفع يتجمعه. لكن في عندي اربعة معناها تضرب جوه. يبقى نبدأ هنا. اول حاجة المصفوفة الاولانية تنزل زي ما هي. اتنين سين. وسبعة. زائد. اضرب الاربعة في الخمسة. يبقى النتيجة الديني عشرين. واضرب اربعة فصاد. يعني الاربعة دي تضرب في الخمسة بقت عشرين. واضرب اربعة فصاد النتيجة الديني اربعة صاد. يساوي. بعد كده ايه? يبقى نكتب المصفوفة دي زي ما هي. ستاشر وخمسة وعشرين. طب وبعد كده. اصبح عملية جمع. لكن خلي بالك باجمع كل عنصر مع نظيره. يعني اتنين سين اجمعها مع مين مع العشرين. هتديني بالشكلة. اتنين سين زائد عشرين. خلي بالكو كل ده انصر واحد في صفه. يعني يعتبر عنصر واحد ده. نفس الكلام اجمع سبعة زائد اربعة صاد. اي سبعة زائد اربعة صاد. وبعد نقفل المصفوف. بس خلي بالك دي اوعي تقول ان دي صف اتنين عمود اتنين. لا. ده صف واحد صح. ده صف اتنين. لكن كل ده انصر واحد. وده يبقى كأن اتنين في واحد. صفين في عمود. يساوي. ايوة. كم صف دي صفين في عمود? يبقى اذا المتساويين. يبقى كل عنصر يساوي نظيره. مين العنصر بقى? يبقى كام? حيساوي ستاشر. اظن مسألة عادية واضربنا عليها قبل كده بنودي العشرين الطرف الاخر. يبقى اتنين سين دي تنزل. وقاله بيساوي. مين ينزل هنا ستاشر. وبعد كده العشرين تنتقل هناك. يبقى تنزل الستاشر. طيب العشرين تنتقل هنا. اذا انتقلت تروح باشرة مخالفة. هنا موجب. يبقى ناقص ستاشر. ناقص ستاشر. ناقص عشرين. يبقى ستاشر ناقص عشرين. اربعة غلط. اربعة غلط. اللي ان هنا في اشارة ايه? طيب يعتبر العرض اكبر سالب. يبقى كأن الديني سالب اربعة. وهاتها بالقالة زي ما قلت لك. يبقى سالب اربعة مش اربعة. لان ممكن الخطأ البسيط ده يضيع السؤال. طيب بعد ان فيه عدد قدام السين اقسم عليه. نقول له تقسيم اتنين. اقسم على الاتنين. يبقى الناتج الديني هنا سين. واخسم سالب اربعة كمان تقسم اتنين. الناتج الديني سالب اتنين. يبقى احنا جبنا العنصر الاولاني في الصف الاول ده. نفس القصة بالنسبة اللي هو العنصر التاني اللي هو سبعة زائد اربعة صاد. هيسوي المقابل ليه خمسة وعشرين. يبقى بعد كده سبعة زائد اربعة صاد. بيسوي العنصر المناظر ليه خمسة وعشرين. معادلة عادية. انقل السبعة. يبقى الاربعة صاد تفضل زي ما هي. يساوي خمسة وعشرين. وبعدين نعمله في السبعة. انقل الطرف الاخر. ايوة انقل انقل السبعة للطرف الآخر يبقى نقول له يبقى ناقص سبعة السبعة دي انقلها هناك واضح طب 27 ناقص خمسة النتيجة ديني كم يبقى 4 صادر بيساوي 27 ناقص 7 25 ناقص 7 يديني 18 في هنا اربعة يبقى ايزا بنقسم على العدد الاربعة خلي بالكل لما كان قدامه اتنين قسمت على تنين قدامه اربعة اقسم ينقول له تقسيم اربعة اقسم يبقى الصادردت زي ما هي و18 تقسيم الرابعة النتيجة الديني ايوه اربعة ونصف. اذهب الالة. طبعا انت مع احنا مش حافظين جد. يعني معين قسمة اربعة. يمكن فيها صعوبة شوية. فعشان كده بنقول الالة. ادي الالة. واي. بنقوله مين عمين تقسيم مين? هم? تمنتاشر. ادي تمنتاشر. تقسيم اربعة. يساوي. واحد بيقول لي والساد ده مختلف تسعة على اثنين غنى اربعة ونصف. ما هي تسعة على اثنين. لو ضغطت على الاس دي. هيديها لك في صورة عشرية. ضغطت مرة تانية تديني في الايه? صورة اذا كتبت كده ماشي او كتبنا كده ماشي. يبقى اربعة ونصف. يبقى جبنا قيمة مين? سين وصف. بعد كده بننتقل الى سؤال اخر. بيقول لي اذا كان تلاتة باء زائد كزا بيساوي مصفوفة. ايه وجد قيمة ده? تلاتة باء مصفوفة بيساوي مصفوفة زائد مصفوفة يساوي الكلام ده. هنا الآتي انا ممكن كانها معادلة انا عايز المجهول مين المجهول باء? يبقى المصفوفة دي كامل ممكن القى للطرف الاخر. يبقى تنزلي تلاتة باء وقول له يبقى يساوي زائد. ادي المصفوفة يساوي كام? ايوة. ما احنا قلنا ان المصفوفة دي هنقلها هناك. هنقل كل المصفوفة دي هناك. يبقى مين يفضل لهنا? اه يفضل لتلاتة باء. انتقل لت هناك. لكن تنتقل تغير اشارة. لكن تنتقل وتلغي دي ما تكتبهاش. اهي راح. واضح? ادي تلاتة باء. يبقى نرجع تاني. نكتب تلاتة باء اهي. وبعدين انزل المصفوفة دي. المصفوفة دي انقلها الطرف الاخر. يبقى تلاتة باء بيساوي كام? المصفوفة دي نقص دي. بعد كده عملية طرح الموصفات خدناها قبل كده جامعه او طرح نقول له بقى تلاتة بقى يساوي مين بقى تقوله تمانية ناقص اتنين خلي بقى لك تمانية مع نظيره ناقص اتنين الناتجة ديني ست صح كده وبعدين تلات ناقص تلات تاني تلاتة ناقص تلاتة يديني صفر وعدين واحد ناقص اربعة واحد ناقص اربعة تلاتة غلط ديني سالب تلاتة واكد انت بالالة هنا سالب سبعة ناقص خمس نظيره سالب سبعة ناقص خمس بالالة يديني سالب اتناشا واضح اه هو هتقول لي سبعة ناقص خمس هتفضل لتنين لا هنا ايه مع الاشارة خلي بالك اهي برضو يعني للتأكيد هنقول لي مين بقى هنا نبدأ بدي اقول له سالب سبعة السالب دي خلي بالا هيدي السالب سبعة ناقص هيدي ناقص ناقص مين سالب سبعة ناقص مناظرتها هو هتقول له ناقص اربعة هنا في الصف التاني العمود التاني يبقى الصف التاني العمود التاني بقى ناقص خمس ناقص خمس وقت بيساوي كامل ناتج سالب اتناشر وهي موجودة سالب اتناشر لدي تلاتة بقى كأنك بتقول تلاتة سين طب عايز اقسم على تلاتة او عايز اتخلص من التلاتة ممكن اقول له ايه ضرب تلت ضرب تلت او اقسم على تلاتة ضرب تلت ازاي اضرب تلت يعني اضرب التلاتة دي في تلت تلاتة التلت اضربها في تلاتة باء زي ما ضربت هنا في تلت نفس الكلام هنا تضرب المصفوفة هنا في تلت يبقى تلت ضرب مين بقى كل المصفوفة دي 6 صفر سليب 3 سليب 12 طبعا التلاتة دي مع التلاتة دي بتروح فضل لي مين الباء يبقى هنا فضل باء تلاتة دي رحت مع التلاتة دي وبعد كده اضرب تلت معناها اقسم على تلاتة يبقى 6 تقسيم 3 ايوة 2 صح كده طبعا الصفر تقسيم 3 صفر اقسم سليب 3 تقسيم 3 النتيجة ديني سالب 1 هنا سالب 1 واقسم سليب 3 سليب 12 تقسيم 3 او اضرب التلت في سليب 12 هي هي النتيجة ديني سالب 4 وردها لك قبل كده باستخدام القلب يبقى هي دي المصفوفة بعد بعد كده بننتقل الى سؤال اخر القلب بيساوي وجيم بيساوي مصفوف ايه رأيك ها ينفع يتجمع دول قبل ما نكمل السؤالين فاعد جيمهم ده ايه كم في كم اصفين عمودين هنا ثلاث صفوف عمود يبقى ايزا مش نفسه نظمة الجيم لكن هو مش عايز كده عايز ايه بقى اوجد اتنين اتنين جيم زائد المصفوفة دي يعني هو كاتب لك كده عايز اتنين جيم زائد المصفوف وهنا عايز كمان ستة المصفوفة دي المصفوفة كده ستة اربعة ساقار بربعة ساقار بربعة ساقار بربعة ساقار ايه ثمانية زائد ثلاثة ألف سؤال الثالث عايز الألف زائد الآيه الجيم طب عايز أجمع الجزء الأولاني ده هكتبه تاني يبقى كأن الحل أكتب الكلام ده كله أنزله اللي هو اتنين جيم زائد المصفوفة هقوله اتنين جيم زائد المصفوفة اللي هي موجودة عندي يعني أنا كتبت السؤال المطلوب حيساوي الجيم دي أشلها وأكتب بديلها مين البديل هو ده يبقى إيه زن ايه لكن أول حاجة ينزل مين الاتنين وضرب قلت لكو برضو بكره لو مش مكتوبة ضرب مش مهم بس أنا حبيت أوضح لك أن أنا هأضرب مين بقى اتنين تلاتة اتنين واحد قادي تلاتة اتنين واحد يبقى هي دي اسمها اتنين جيم لكن في ايه بعد كده زائد أكتب زائد ونزل المصفوفة التانية زي ما هي أربعة سليب خمسة خمسة ايه أحد يقول لي تلاتة وأربعة سبعة لا أول حاجة تضرب اللي بيكون في عملية بنرتب الضرب الأول وبعدين الجمع يبقى أول حاجة نضرب اتنين في تلاتة تبقى كام ستة براو واتنين في اتنين باربعة واحد في اتنين باتنين زائد المصفوفة التانية كم هي يبقى أربعة سليب خمسة خمسة يساوي أصبح بقى خلاص احنا ضربناها أصبح جمع يبقى هل هنا يبقى كام صف تلاتة وعمود واحد تلاتة وعمود يبقى ينفع اجمع ستة وأربعة يبقى ناتج عشرة أربعة زائد سليب خمسة الناتج تديني سالب واحد اجمع أربعة زائد سليب خمسة إزاي تتكتب حار أي أوامل تؤمر ها ايه نقوله نقوله هنا يعني أنا بتكلم على مين أربعة زائد سليب خمسة اهي دي يبقى أول حاجة أكتب مين أكتب الأربعة زائد سليب خمسة زائد سليب خمسة قدي السالب وبعدين قدي خمسة وبعدين يساوي الناتج دي سالب واحد لهو احنا سجلنا طب و اتنين زائد خمسة هيبقى أجمع اتنين زائد خمسة الناتج ديني سبعة يبقى هو ده الجزء الأول الجزء الثاني عايز مصفوفة زائد ثلاثة ألف باكتب بقى السؤال هو ده المصر سؤال زائد ثلاثة ألف ثلاثة ألف مش اتنين هنشوف هو التعديل هيبقى هي دي اتنين ولا تلاتة هنقول هيساوي طبع المصفوفة دي تنزل زي ما هي ستة أربعة سليب أربعة سليب تمانين زائد اتنين اه تلاتة يبقى دي تلاتة مش اتنين دي تلاتة ضرب ضرب مين هعدلها دلوقتي لان هنا مكتوب ثلاثة هنكتبين اتنين ثلاثة ضرب ألف مين الألف مين الألف الألف اللي هي المصفوفة اللي هو مديها اللي في البداية اللي هي سالب ثلاثة هنشوف ألف يبقى ايه يبقى المصفوفة اللي في البداية سالب ثلاثة اتنين أربعة ثلاثة بس أنا عايز أتأكد هو دي ثلاثة ولا اتنين هنواصل لكن هنا مكتوبة اتنين هنا كتبت ثلاثة فهنشوف هي أصلاً اتنين ولا تلاتة وممكن كده بنعدلها بازن الله. اه المطلوب تلاتة الف. يبقى دي تلاتة مش اتنين. دي تلاتة يا شباب. ايوة. دي هشوف المطلوب تلاتة الف يبقى ينزل تلاتة. بنعدلها. يبقى هنا. اه دي التلاتة الف. يبقى هنا. اه دي تلاتة. علش التعديل بالموس في الصقوبة شوية. ايوة. كي انه بدائي يعني شوية. يا رب تكونوا فاهمين. وبقى. امسحها شوية. اعدلها بس. تلاتة. ادي التلاتة. اضحت. لحسن نخربها كده كويس. ايوة. بس خلاص. واضح انها تلاتة. اه بعد كده بنواصل. كان في خطأ مطبع لانه السؤال اصلا مكتوب تلاتة فدي تلاتة الف. حتى التعويض صح. يبقى المصفوفة دي نزلت. زائد التلاتة كتبت. ضرب الالف اروح كاتب كل قيمة الالف. انا ازلها. طب هنا تلاتة يبقى المصفوفة دي الاول حاجة دي تنزل. ستة اربعة سلف اربعة سلف تماني. وبعد ايجا ارجع اضرب تلاتة في سلف تلاتة النتيجة الديني. تلاتة في سلف تلاتة النتيجة الديني سالف تسعة. واضرب تلاتة في اتنين اضرب تلاتة في كل العناصر. تلاتة في اتنين يبقى ستة. واضرب تلاتة في اربعة باثناشر. واضرب تلاتة في تلاتة بتسعة. بعد كده العملية عملية عملية جمع مصفوفات نقوله بيساوي. مين بقى? اجمع ستة مع نظرتها. ستة زائد سلف تسعة الناتج ديني سالب تلاتة. وبعدين اربعة زائد ستة. اربعة زائد ستة. اربعة زائد ستة. الناتج عشرة مش اطناشة. هنعدلها. معلش يبقى برضو. يبقى هنا. عشرة الناتج. ايوة معاكم. لحظة. الناتج عشرة. ايوة. يبقى هنا دي عشرة. عشرة. اربعة وستة عشرة مش اطناشة. ده صفر يا شباب. ده صفر. وده واحد. نكبرو شوية. اه بعد كده. يبقى تاني بنكرر. ستة زائد سالب تسعة سالب تلاتة. اربعة زائد ستة عشرة. سالب ستة زائد اتناشر. الناتج الديني تمانية. سالب تمانية زائد تسعة. الناتج الديني واحد. يبقى هي دي اللي هي المصفوفة التانية اللي قلت. اما الجزء الثالث عايز الف زائد جيم. الف زائد جيم. ما احنا في البداية قلنا الف زائد جيم. هل ممكن اجيبها? هل ممكن اجيبها? ايه? لا يمكن الجمع. لان ده اتنين في اتنين. وده تلاتة في واحد. نظم مختلفة نهائي. اقوله السبب لعدم تساوي الرتب او لعدم تساوي النظر. اه بعد كده بننتقل الى سؤال اخر. بقول لي اذا كان. السؤال مكتوب. اهو. هنقرأه مع بعض. عندي مصفوفة الاولى. سالب تلاتتاشر وقاف وتسعة وزاء. هنا. سالب اتنين وستة وواحد واربعة زاء. وهنا. نفس القصة. قال لي الاول. طبعا هنا لما يكون في عدد برة. الافضل اضرب الاول. يعني اضرب العدد جوه. اتنين. يبقى المصفوفة دي تنزل زي ما هي. اوجد قيمة او كاف او زال. اول حاجة المصفوفة دي تنزل زي ما هي. سالب تلاتتاشر وقاف تسعة زاء. اروح عامل كده. ناخص. هه? اضرب بقى الاتنين. احضرب بس الاتنين خلي بالك بدون الاشارة. اتنين في ستة يبقى اتناشر. اتنين في واحد باتنين. اتنين في راء. باتنين راء. واتنين في اربعة زاء. اضربها. لان اضرب الاتنين في كل العناصر اللي جوه. يبقى اتنين في ستة باتناشر. اتنين في واحد باتنين. اتنين في راء باتنين راء. اتنين في تمانية في اربعة بتمانية زاء. وهي طبعا بنقفل المصفوفة. يبقى ادي مصففتين تساوي نفس الكلام ده خمسة لم زائد ثلاثة وثلاثة أدي مصففتين لكن هنا عندي مصففتين طبعا نفس النظم فبنجمع أجمع من سالب ثلاثة ناقص اتناشة هل بلد سالب ثلاثة ناقص اتناشة ايوة لا مش واحد يبديني سالب خمسة وعشرين ازاي يا أستاذ ده طرح ما هي لما يكون سوالب يعني كأنه بيتجمع لكن هي تعتبر نقص للقيمة يعني اهي الآلة فهنا الآتي اهي خلي بالك سالب ثلاثة وبعدين اروح على الاشارة ناقص اتناشة تاني سالب ثلاثة حتى اعمل لك سهم سالب ثلاثة ناقص اتناشة يبقى هنا نقول له بداية ادي السالب سالب هنا ثلاثة ايوة ناقص مين ناقص الاثناشة وبعدين اه اكتب يساوي طلع لي سالب خمسة وعشرين اسجل خمسة وعشرين وبعدين سالب اتناشر ناقص اتنين لأ سالب تلاتاش سالب تلاتاشر ناقص اتنين تجديني كاما لا هنا خلي بالكم عليش سامحني سامحوني ثاني الاولاني خلاص لكن التاني لما اجي اجمع خلاص اتجمعت ده مع نظيره بعد كده القاف تعتبر الصف الصف الاول والعمود التاني يبقى تتجمع مع نظرتها اتنين لكن ايه لايش ارى في النصف قاف ناقص اتنين اولو قاف ناقص اتنين ايه كل عنصر معناظر طبو هنا تسعة ناقص اتنين من نظرها تسعة ناقص اتنين را تسعة ناقص اتنين را ونفس الكلام زاء ناقص تمانية زاء اديني كان بقى هي زاء وناقص تمانية زاء والفضل لي سالب سبعة زاء سالب تمانية زاء هنا زاء ناقص تمانية يبقى دي سبعة سبعة زاء هنعدلها برضو معلش للاخطار المطبعية وسمحوني أصلا عشان أعيد الحلقة تانية بتاخد وقت تطويل شوي يعني هنا هتبقى زاء يعني تعتبر واحد هنا ناقص ثمانية يبقى الناتق أيوة سالب سبعة أيوة سالب سبعة زاء تمام بعد كده أيوة سالب سبعة زاء وبعدين يساوي مين بقى نفس المصفقة دي تنزل وبعد كده بنساوي كل عنصر بنظيره مين بقى أساوي داب ده يبقى مين خمسة لام بتساوي سالب خمسة وعشرين كل عنصر بنظيره يبقى خمسة لام يساوي مين بقى سالب خمسة وعشرين لهو العنصر اللي هنا ده سالب خمسة وعشرين طب و بعدين في خمسة هنا عايزة تخلص منها أقصم نقول له تقسيم خمسة اقصم على خمسة تفضل لام ونسالب خمسة وعشرين تقسيم خمسة النتج الديني سالب خمسة بعد كده امسك العنصر الثاني قاف الناقص الان مع مين نظيره كم 3 انساوي نقول له هل نمسك ده نقول له قاف الناقص الان يساوي يساوي مين يساوي الثلاث طب وبعدين اعملي في السلب الان دي انقل الطرف الاخر يبقى كأن هنا اساوت قاف الناقص الان بالتلاتة انقل السلب الان الطرف الاخر. يبقى القف بتساوي ثلاثة اه وانقل دي هناك زائد اثنين. اجمعهم بيبقى القف بتساوي كام? القف بتساوي خمسة. انه نقلت السريب اثنين هناك روحت بالموجة. يبقى انا جبنا القاف. والايه? اللام والقاف دلوقتي. بقي مين لسه? الراء. الراء بتساوي مين? دي دي اللي فيها راء. الصف التاني العمود الاول يبقى هناك نفس القصة الصف التاني اللي عمود يبقى كأنه العنصر النظير اللي تسعة ناقص اثنين الراء اللي هو الخمستاشر. يبقى ارجع اقول له. تسعة ناقص اثنين الراء بيساوي خمستاشر. اعمالي في التسعة انقلها. لكن انزل السالب راء. خلي بالك كتير ويغلط وينزل اثنين راء بس. اه انزل السالب كمان. واثنين الراء. ويساوي مين هنا عندي خمستاشر. انقل التسعة. التسعة هناك تنقلها تبقى كامس سالب تسعة. وبعدين سالب اتنين رأى تنزل. اقسم هنا خمستاشر نقص ستة رأى. يبقى الكلام ده هيساوي كام? اطرحهم خمستاشر نقص ستة. خمستاشر نقص تسعة ناتجة ديني ستة. وبعدين دايما هنا قدام العدد لام اقسم على خمسة. قدام ما فيش قف هنا ما خسمتش. لكن قدامه هنا كان بقى سالب اتنين. يبقى اقسم على سالب اتنين. اقسم على سالب اتنين. انت بتروح السالب اتنين. فضل لي رأى بتساوي ستة تقسيم سالب اتنين. الناتج الديني كام? الناتج الديني سالب تلات. بكده ان نكون احنا حلينا. وحديول لي لسه الزاء. انت بقى قوم بحل الزاء. هتساوي دي بدي. يبقى سالب سبعة زاء هيساوي اربعة. سالب سبعة زاء هيساوي اربعة. انقلهم في طرف واحد وجيب قيمة الزاق الزاق في الحل دي هيطلع بيساوي كام صفر لان ان فيش عدد ما انت بقى تقوم بحل المسألة الاخيرة دي واضح الكلام بعد كده اخيرا وليس اخيرا بيكون وصلنا لنهاية الحلقة وبنرجع نقول حاول بنفسك اوجد قيمة الف وباق واجيم اذا كان المصفوفة دي خلي بالك معلش دي اوضحها لك يعني سريعا لكن انت هي تبقى تقوم بحل السؤال ده بعد كده عندي هنا الاتي انا هنا عندي الف وباق واجيم اذا كان نص اقرأ معي انا موقتاني اوجد الف وباق واجيم اذا كان نص في تحقوس الف سلف ثمانية اتناشر يعني كأنه دي مصفوف فيها صف واحد وتلات اعمدة نقص اتنين في مصفوف قال يا النص دي هتتضرب في كل المصفوف وقلنا نص يا ايما تضرب يا ايما معناها تقسم واللي اتنين كمان نفس القصة تتضرب في كل عناصر المصفوف لما تيجي تضرب النص في الالف هتديني مين بقى اه هتديني نص ايما نص مين نص الف رفو هنخليها زمعية طبعا مش بالالة بنفعش الرموز تضربها في الالة واضرب نص في سالب ثمانية كأني باقسم يعني سالب ثمانية تقسم اتنين الناتجي تديني سالب اربعة وبعدين نفس الكلام تضرب النص في الس في الالتناشر يبقى كم بقى يبقى او اقسم اتناشر تقسم اتنين يبقى تقول له ده معناها كم ستة اروح كاتب ستة ولكن دي عناصر داخل مصفوف اروح كراسي مقص المصفوف يكون كده بهذا الشكل وبعدين ناقص ايه رأيكم اللي اتنين تضرب داخل اتنين في تسعة يبقى كام تمنتاشر واضرب اتنين في سالب بقى يديني سالب اتنين بقى وبعد كده اضرب الاتنين في تلاتة جيم يبقى كمان ستة جيم ستة جيم واضح ولكن ما تنساش تحط مصفوفة لها ادقص المصفوفة الكلام ده هيساوي مين بقى المصفوفة الاخيرة اللي هو مين بقى اتنين اتنين وصفر وواحد وعشرين وبعد كده معلش هنا طبعا هنعدل القوس شكله كده شوية بنقفل القوس المصفوفة هجيب المؤشر بعد اذنكو يعني المؤشر نمسح المحاية ده همسح ده بس وامسح ده كمان وارجع تاني للقلم ايوه البن هنقولي بقى القوس اده القوس وهده قوس المصفوفة يعني بناخد بعد كده فيه هنا مصفوفة خلي بالك ده مصفوفة ودي مصفوفة كل عنصر مع نظيره نصف الف ناقص مين ناقص التمنتاشر بقوله نصف الف هذا نصف الف نصف الف بقولي لك انك انت تكمل الكلام ده ناقص مين التمنتاشر الكلام ده بيساوي العنصر الاولاني هناك اللي هو اثنين وتبقى معادلة بنفس الترتيب تاخد سالب اربعة وتكمل المسألة ودي نتركها ان شاء الله تكملها واجب باذن الله لكن حبيت اقولك كفكرة ولكن اخيرا وليس اخيرا بنكون وصلنا لنهاية الحلقة اه في سؤال تاني في سؤال تاني برضو انا حمسح الجزء اللي تحت لك انا وضحته لك لكن انت تقوم بحل السؤال التاني بقى باذن الله تعال اه نمسح الجزء ده انت فهمته خلاص انت تبدأ تطبق الكلام ده عشان يلا اخبطكش يبقى هنا اهو نفس الكلام بيقول لي عندي سين وعندي صاد وعندي عين واعيز اربعة سين زي تلاتة صاد نقص نعين يعني تضرب الاربعة في السين وتضرب التلاتة في الصاد ونقص نين في عين وتجمع الكلام ده وتجيب حل المسألة واخيرا وليس اخيرا اترككم في عية الله والى اللقاء الاخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم سالمين مع تحياته استاذ محمد اسماعيل خطر